حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب أريدك فقط للحظة أن تفكر معي بما يسمى نظرية التطور نريد أن نفكر بشكل علمي بعيدا عن العاطفة بعيدا عن الأديان بعيدا عن كل شيء فقط بلغة العلم الحديث ووفق القواعد التي وضعها العلماء ملخص نظرية التطور باختصار شديد تقول النظرية أن كل هذه المخلوقات في الطبيعة تريليونات المخلوقات نشأت أصلا من خلية واحدة هذه الخلية وجدت بطريقة ما مجهولة وجدت على الأرض فيها بروتينات فيها جينات خلية أولية فيها كل مكونات الحياة وجدت بطريقة ما ثم بعد ذلك عبر مليارات سنين تطورت إلى مخلوق متعدد الخلايا ثم بعد ذلك زاد عدد الخلايا حتى أصبح لدينا النباتات الحشرات الأسماك التماسيح ثم الحياة الثديات وغير ذلك وصولا للإنسان هذا هو ملخص بسيط جدا لنظرية التطور طيب ما الذي يحرك التطور في هذه الخلايا في هذه الكائنات الإصطفاء الطبيعي ما هو الإصطفاء الطبيعي أن الطبيعة تختار الأفضل دائما والأقوى والأصلح الأصلح للإستمرار الذي لديه قدرة أكبر على الاستمرار تختاره الطبيعة ما هي الطبيعة؟ يقولون هي مجموعة الكائنات الحية وهي الأرض وهي الغلاف الجوي مثلا يعني الكائن هو الذي يطور نفسه والطبيعة خلقت نفسها بنفسها لذلك سمي قانون الإصطفاء الطبيعي يعني الطبيعة هي التي تقوم بذلك طيب من هي الطبيعة؟ الطبيعة هي نحن الكائنات الحية إذن الكائن الحي هو الذي يطور نفسه بنفسه تمام؟ هذه الفكرة هل هي علميا صحيحة؟ يعني من الناحية العلمية أنا أود أن أسأل سلسلة من الأسئلة أريدك أن تفكر فيها طبعا هذا الفيديو موجه لمن يعتقد أن نظرية التطور صحيحة كما يقول كثير من علماء الغرب السؤال الأول أخي الحبيب كيف نشأت الخلية الأولى؟ نحن نعلم أن الخلية البكتيرية الأولى أو الزرقاء هذه التي نشأت قبل أكثر من ثلاثة مليارات سنة على الأرض أولا فيها غشاء خلوي معقد جدا حساس للضوء والحرارة والمؤثرات الخارجية يقوم بتبادل الغذاء يأخذ الغذاء ويطرح الفضلات يفكر ويعقل ويتذكر في داخل هذه الخلية البكتيرية الأم الأولى هناك شفرة وراثية هناك أكواد منظمة تنظيما شديدا مسؤولة هذه الأكواد أو هذه الجينات عن تكاثر الخلية يعني الخلية تستطيع أن تصنع نسخة طبق الأصل منها عملية التصنيع هذه معقدة جدا حتى الآن لا يعلم العلماء لماذا تقوم الخلية بنسخ نفسها وتتكاثر بحيث تكون تريليونات الخلايا خلال زمن قصير ما الذي يجعل الخلية تتكاثر؟ طيب كيف تقوم بتصنيع البروتين؟ كيف تقوم بالحركة؟ كيف تقوم بنسخ المعلومات؟ معلومات دقيقة جدا مثل برامج الكمبيوتر اليوم عبارة عن شفرات وداخل الشريط الوراثي هناك شفرات كود أكواد موجودة هي التي تشرف على بناء الخلية العمليات الحيوية التكاثر وحتى موت الخلية طيب هذه الخلية كيف وجدت؟ يقول لك نظرية التطور ليس من شأنها أن تبحث عن الخلية الأولى لاحظت؟ إذن هنا نظرية التطور تفشل في الإجابة على السؤال الأول كيف وجدت هذه الخلية في الطبيعة؟ مكونات الأرض هي العناصر الأساسية الهيدروجين، الأكسوجين بالإضافة للمواد الماء، الهواء، الحرارة هذه مكونات الطبيعة كيف وجد عنصر أو عضو أو مادة قابلة للتكاثر؟ قابلة للتذكر، للمناورة، لبناء مجتمعات لها والتعاون فيما بينها؟ طيب كيف وجدت؟ إذن النظرية تقول لك لا نعلم لأن هذه الخلية مستحيل أن توجد على شكل أجزاء وتتطور وتلتحم ببعضها يستحيل، يجب أن توجد كتلة واحدة طيب السؤال الثاني كيف تمكنت هذه الخلية البكتيرية الأولى والتي بقيت تتكاثر بنفس الطريقة مليارات السنين؟ يقول العلماء بحدود ثلاث ونص مليار سنة وهي تتكاثر بنفس الطريقة ونفس الآلية من الذي جعلها تغير رأيها فجأة؟ فتشكل كائن متعدد الخلايا؟ مع العلم أن الكائن ذي الخلايا المتعددة يعمل بطريقة مختلفة تماماً عن الخلية الوحيدة أو كائن وحيد الخلية لأن هناك تنسيق بين الخلايا وهناك توزيع مهام هي ليست قضية تعدد خلايا فقط، لا كل خلية تقوم بأعمال محددة طيب من الذي وزع المهام بين الخلايا؟ أيضاً نظرية التطور تفشل تقول لك الطبيعة، الطبيعة، الطبيعة طيب من هي الطبيعة؟ هي نحن يعني أنا مثلاً حسب نظرية التطور أنا خلقت نفسي وطورت نفسي أجوبة غير علمية على الإطلاق علمياً لا يوجد جواب لديهم طيب هذا الكائن المتعدد الخلايا كيف تحول إلى حشرة؟ ولو عبر ملايين السنين لا مشكلة كيف تحول إلى حشرة مثلاً مثل البعوضة؟ لديها أجنحة دقيقة جداً ذات تصميم محكم لديها أرجل، لديها سكاكين، لديها جهاز تخدير لديها قدرة على الرؤية، قدرة على استشعار درجات الحرارة من بعد لديها قدرة على التكاثر، على حمل الطفيليات على نقلها للبشر قاهرة البشر اليوم لا يستطيع البشر بكل تقنياتهم القضاء على البعوض طيب مثل هذه الحشرة من الذي صممها؟ يقول لك الطبيعة من الذي أعطاها هذه المهام ووزعها؟ يعني هناك خلايا عصبية في الدماغ، هناك خلايا موجودة في الأجنحة لها مهام مختلفة، خلايا في الأعين لها مهام مختلفة، خلايا في داخل بطنها، داخل رجليها، يداء الستة أرجل هذه، قرون الاستشعار، خلايا، يعني هناك تخصصات كيف جاءت؟ يقول لك الطبيعة، إذن لا جواب مجرد أن قلت لي الطبيعة، الطبيعة يعني المصادفة، يعني لا جواب طيب، الآن دعونا نطرح السؤال الثالث من الذي قرر أن هذه الكائنات ستغير طريقة تكاثرها من تكاثر بالانقسام أو النسخ أن ينسخ نفسه الكائن إلى تكاثر بالبيوض كما في عالم الأسماك، عالم الطيور وكثير من الحشرات وغير ذلك من الذي قرر أن آلية التكاثر بالبيوض هي الآلية الأفضل في مرحلة معينة من عمر الأرض؟ وكيف استطاعت هذه الحشرة أو هذه السمكة أو هذا الكائن أن يكون هذه البيوض البيضة دقيقة جداً لها غلاف لها ميزات بعد فترة مثل بيضة الطائر بعد أيام معينة عددنا الأيام تفقس يخرج هذا الطائر يخلق الله له في منقاره شيء صلب ليضرب هذه القشرة ويخرج بعد ذلك يختفي هذا الشيء أو هذا العضو يعني سبحان الله طيب من الذي قرر ذلك الطبيعة إذا لا جواب؟ مجرد أن قال لك الطبيعة اعلم ما هي الطبيعة حسب تعريف الموسوع البريطانية الطبيعة هي مجموعة الكائنات الحية يعني الكائن هو نفسه من هو الكائن؟ مثلاً البعوضة تتكاثر بالبيض طيب قبل البعوضة وقبل البيض من الذي قرر؟ يقول لك لا نعلم طيب نصل لكي لا أطيل عليكم السؤال الرابع إلى طريقة التكاثر بالولادة أو الأرحم من الذي صنع الرحم؟ ومن الذي صمم هذا الرحم والمشيمة وطريقة الغذاء وطريقة التنفس وطريقة طرح الفضلات؟ وهذا السائل الذي يحيط بالجنين من الذي صممه هذا السائل المعقد؟ يقول لك الطبيعة طيب لماذا الطبيعة قررت أن تغير رأيها من تكاثر بالانقسام إلى تكاثر بالبيض إلى تكاثر عبر الحمل والولادة داخل الرحم؟ من الذي قرر الطبيعة إذا لا جواب؟ إذن فشلت نظرية التطور في إعطاء أجوبة لأبسط أربع أسئلة طرحتها أنا الآن السؤال الخامس وهو الأهم كيف نشأ الإنسان يقول لك من قرد؟ طيب كيف؟ يقول لك من يعني شبيه بالقرد طيب لا مشكلة كيف؟ نقول كيف نشأ؟ كيف تطور لديه القدرة على الكلام؟ كيف تطورت لديه القدرة على الكلام؟ كيف تمكن بأصابعه هذه وقبضت اليد أن يقوم بمهام كل الكائنات التي سبقته فشلت فيها؟ الإنسان يستطيع أن يكتب أن يصنع الملابس يصنع الطائرات يصنع هذا المجرفون يصنع هذا الموبايل مثلا يعمل على الكمبيوتر يبدع يخترع من الذي أعطاه تصميم الأصابع هذا؟ القرد ليس فشلت في ذلك القرد لا يستطيع أن يفصل لباسا على الأقل يستر به نفسه أو يصنع مثلا سفينة يركبها في البحر مثلا يستفيد منها يقول لك الطبيعة من هي الطبيعة؟ هي أنت أيها الإنسان يعني أنت من خلقت نفسك وأعطيت طيب كيف من أين جاء هذا التصميم؟ لابد أنه جاء من الخارج يقول لك الطبيعة جواب غير علمي على الإطلاق يعني حتى حتى جواب خيالي لا يوجد يعني حتى تخيلي أنه هذه هذه اليد لو أخذنا يد القرد أصابع القرد أو قبضة القرد وقبضة الإنسان ما الفرق بينهما؟ يقول لك من الناحية التشريحية تقريبا العظام وكذا نفسه والعدد الأصابع وكذا طيب ماشي هذه المهارات من أين جاءت؟ الإنسان طيب كيف لماذا القرد لم يدرب نفسه؟ الإنسان طيب لماذا القرد لم يفعل؟ يقول لك الطبيعة قررت أن الإنسان يعني يجب أن يتعلم هذه الحركات الإبداعية فيتحكم من خلال يده يتحكم بالكون تخيل أن هذه القبضة لو كانت مثل قبضة القرود لا تستطيع أن تفعل بها أي شيء طيب أصف الكلام هل رأيتم أي كائن حي يتكلم؟ لديه القدرة على تركيب جمع طبعا كل كائن له لغة خاصة ولكن نحن تصميم الحنجرة والأحبال الصوتية وتصميم اللسان وتصميم الفم كيف جاء؟ يقول لك الطبيعة طيب الإبداع لدى الإنسان الأفكار من أين تنشأ الأفكار؟ مصدر الإبداع يعني مثلا واحد مثل ألبيرت أنشتاين عندما وضع النظرية النسبية دماغه من أين جاء بهذه الفكرة؟ يقول لك الطبيعة إذن أخي الحبيب عندما تفشل في الإجابة عن أي سؤال أسهل شيء تقول المصادفة أو الطبيعة وهذا الكلام غير علمي على الإطلاق لذلك أنا بالنسبة لي أنا أعتبر أن نظرية التطور غير علمية لأن مهمتها الإجابة على هذه الأسئلة وليس فقط أن تظهر لي الشكل التشريحي الخارجي تقول لي إن القرد شبيه بالإنسان عدد العضلات وعدد العظام وشكل كذا هذا الكلام غير علمي أنت تذهب إلى التصميم الخارجي فقط ولكن أخبرني بالأسئلة الجوهرية التي نريد الإجابة عليها وهي فيها سر الخلق هذه الأسئلة تتضمن من الذي صمم من الذي أبدع من الذي أعطى هذا الشكل لهذا الكائن يعني أنا لدي كائن في الطبيعة مثلا مثل أخطبوط لديه قدرة هائلة على تغيير لونه حسب البيئة التي يعيش فيها أو حسب البيئة التي يصادفها جلده يتشكل بطريقة تشبه صخور البحر أو أشواك البحر أو أرض البحر قاع البحر لا تميزه طريقة رائعة في التخفي هذه الألوان كيف يقوم جلده برصد الألوان الموجودة على قاع البحر ثم يعمل نسخة منها على جلده ثم يضع نفسه في المكان الصحيح حتى أن الذي يمر بقربه لا يرى شيئا اعلم أخي الحبيب أن الله هو خالق كل شيء هذا التفسير المنطقي العقلي الطبيعي البسيط والمقبول نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق